اشتركوا في القناة وذلك بمقر الامانة العامة في الرياض بحضور معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف الامين العام لمجلس التعاون وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون في اطار الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية بموجب مذكرة التفاهم الموقع بين الجانبين في نوفمبر 2011 هذا الى جانب مناقشة القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحث الجانبان تطورات الوضع في اوكرانيا وانعكاساته على الامن والاستقرار في اوروبا والعالم والاقتصاد العالمي والجهود التي تبذل لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الروسي والاوكراني للتوصل الى وقف اطلاق نار وتسوية النزاع بالطرق الدبلوماسية وقد اكد المجلس الوزاري ان موقف مجلس التعاون من الازمة الروسية الاوكرانية قائم على مبادئ القانون الدولي ومثاق الامم المتحدة والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة اراضيها واستقلالها السياسية وعدم تدخل في شؤونها الداخلية وعدم استخدام القوة او التهديد بها معربا عن دعمه لجهود الوساطة لوقف اطلاق النار وحل الازمة سياسيا وتغليب لغة الحوار وتسوية المنازعات من خلال المفاوضات ومساندته للجهود الرامية الى تسهيل تصدير المواد الغذائية من اوكرانيا للمساهمة في توفير الامن الغذائي للدول المتضررة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة